اشتركوا في القناة وزير الداخلية وفي بداية اللقاء رحبت معالي وزيرة العدل الاتحادية بزيارة معالي وزير الداخلية منوهة إلى أهميتها في تطوير العلاقات بين البلدين وفتح المزيد من آفاق التعاون المشترك انطلاقا من العلاقات الثنائية بين البلدين من جهته أكد معالي وزير الداخلية أن مملكة البحرين حريصة على الاستمرار في تعزيز بيئة مواتية للتعايش السلمي ودعم وتعزيز السلام والاستقرار الإقليمي انطلاقا من رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لافتا إلى المبادرات الملكية السامية في مجال حقوق الإنسان ومن بينها ما حققته مملكة البحرين في مشروع العقوبات البديلة وبرنامج السجود المفتوحة مشيدا بالدعم المستمر الذي تقدمه الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشاريع الإصلاحية وخلال الاجتماع تم استعراض خطط وأليات تنفيذ مشروع العقوبات البديلة والذي يعكس تطور منظومة العدالة الجنائية في البحرين كما حصل برنامج السجود المفتوحة على شهادة الاعتماد الدولية من قبل الجمعية الإصلاحية الأمريكية مما يؤكد أن البرنامج يعتمد على أفضل المبارسات الدولية في مجال حقوق الإنسان كما استعرض الجانب النمساوي تجربته في مجال المؤسسات العقابية والبرامج الإصلاحية وتم الاتفاق على تبادل الخبرات في مجال إدارة السجون في إطار تطوير التعاون المشترك وأشار معاليه إلى أهمية العمل على توثيق العلاقات بين البلدين الصديقين في مجال العدالة الجنائية وإنفاذ القانون وبرامج الإصلاح والتأهيل من أجل إعادة دمج المحكومين في المجتمع بالإضافة إلى تبادل الخبرات بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك ومواجهة التحديات وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والتحديات المشتركة وما تتطلبه من تعزيز التعاون والتنسيق لمواجهتها والتعامل معها بكفاءة وفعالية كما تم التطرق إلى تجارب البلدين في مجال تنفيذ القانون ورعاية المحكمين وأهمية تطوير القوانين بما يلائم المتغيرات الدولية كما التقى معالي وزير الداخلية السيدة هيلغا شميد الأمين العام لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي وخلال اللقاء أكد معاليه على النهج الحضاري لمملكة البحرين في مكافحة التطرف وترسيخ قيم التسامح والسلام انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية من لدى جلالة الملك المعظم وأشار معاليه إلى ما تنعم به البحرين من أمن واستقرار من خلال انخفاض قياسي في المعدل العام للجريمة في ظل ما تم اتخاذه من تدابير قائمة على الشراكة المجتمعية وإطلاق برامج ومبادرات فاعلة في مجال تعزيز الأمن المجتمعي وأشد معاليه بدور منظمة الأمن والتعاون الأوروبي وجهودها الهدفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار وتنمية المجتمعات لافتا إلى أهمية التعاون المشترك في تعزيز هذه المفاهيم وترسيخها على المستوى الوطني والإقليمي في إطار العمل المشترك من أجل حفظ الأمن والسلم الدوليين كما استعرض معاليه السبل الكفيلة بتبادل الخبرات والمعلومات واتخاذ التدابير الفعالة للتصدي لمختلف التهديدات الأمنية في إطار العمل على ترسيخ الاستقرار الإقليمي وحماية الأمن والسلم الدوليين مشيرا إلى أن من بين التحديات الأمنية مكافحة ومحاصرة الجريمة المنظمة والهجمات السبرانية وتم خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات والمسائل الأمنية وسبل دعم عمليات حفظ السلام على مستوى العالم وتعزيز الجهود المشتركة للتعامل مع التحديات الأمنية كما تم مناقشة السبل الكفيلة بتبادل الخبرات في مجال التصدي للجريمة المنظمة وتعزيز الأمن السبراني باستخدام التقنيات الحديثة وفي سياق متصل اجتمع معالي وزير الداخلية وسعادت السيد ياروسلاف بيتروسيفش المدير التنفيذي للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد ووضح معالي الوزير في بداية الاجتماع أن مملكة البحرين وبفضل الرؤية الملكية السامية لجلالة الملك المعظم تمكنت من تحقيق إنجازات عدة شكلت خارطة طريق لمكافحة الفساد من خلال التعديلات الدستورية ودعم سلطة التشريعية لسن القوانين والتشريعات واستحداث الجهات الرقابية وتطويرها بما يجسد الإرادة السياسية لتعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد وأضاف أن مبدأ المحاسبة والمسؤولية في العمل الحكومي وقيم النزاهة التي يعمل على ترسيخها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة وليو العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تؤكد على سلامة منظومة الأداء الرقابي انطلاقا من الإصرار والعزيمة القوية على التصدي لهذه الجريمة ودفع عجلة التنمية المستدامة وأشار إلى أن جهود مملكة البحرين في مكافحة الفساد لا تقتصر على المستوى الوطني وإنما تمتد إلى المستوى الإقليمي والدولي مما يجعلها شريكا دوليا فاعلا منوها إلى أن البحرين إحدى دول الأطراف في الاتفاقيتين العربية والأممية لمكافحة الفساد وتشارك المنظومة الدولية والإقليمية جهودها للقضاء على الفساد من خلال التعاون البناء مع الأجهزة الإقليمية والدولية المختصة وعرب معليه عن شكره وتقديره للأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد على التعاون مع مملكة البحرين وإتاحة الفرصة لعدد من البحرينيين للدراسة فيها بجانب عقد الدورات التدريبية منوها إلى أهمية العمل على مزيد من التعاون والتنسيق بين الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد والأكاديمية الملكية للشرطة في هذا الشأن وتم خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة لتعزيز تبادل الخبرات في مجال بناء القدرات وتطوير أليات مكافحة الفساد وترسيخ قيم الشفافية والنزاهة